مرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله المحاضرة بتاعتنا بعنوان البونت يومر بالنسبة للجزء الموجود او المطلوب من الاندر جرادويت ده اللي هنقوله ان شاء الله الاول هاو تو دياجنوز هاو تو ريتش الدياجنوز بعدك هنتكلم على اندفيدول بنائن وماليج ننتيومر فاول حاجة هنبتدي بيها اللي هي الباشن برزنتيشن ده يجولي زي اي تيومر درسناها في الطب الديجول الاناليزيزي زي اي حاجة عالناها في الطب البين القنصد والفورس بتاعه والدوريشن وان هو فيه السنسبيليتي هي بيبقى برضو ارسونسيه عن البين السويلينغ برضو السويلينغ ده سوبرفشيال والضيب التاتشيال ونعمل كمليت اناليزز زي بريست لامب زي اي ماس بيجينا فيه البودي بتاعنا بيزيد باقي عندنا ثلاث حاجات تانية في البرزنتيشن غير البين والسويلينغ اللي هو البسولوجيك الفراجشار و الديفورميطي طبعاً كلمة باسولوجيكا الفراكشار مين؟ فراكشار وزا ماينور تروما يعني كلنا عارفين ان الفراكشار عشان يحصل محتاج ماسب او بنسميها فايدان تروما زي واحد يواقع من دور عالي او كار اكسام يعني لازم يبقى فيه ماسب تروما لكن هنا في الباسولوجيكا الفراكشار ان اللي بيحصل الكسر نتيجة فري ماينور تروما واحد يقولك برفع رجلية توضع على الخط اقتصر لا ده مش نورمال ده اسمه ايه في ابنورمال باسولوجيكا او يقولك بتقلب في السرير ضلع اكتصر برضو ده اسمه باسولوجيكا الفراكشار في عندنا حاجة اسمه bone softening disease قدت ان البون دي بقت ابنورمال عشان كده حصل الفراكشار مع المينور تروما طبعاً الديفورميتي عشان تحصل لازم يبقى في جروينج ايج دايماً التيومر اللي بتحصل وتبقى تاتشينج الفايزيال او البروس بليت بفورس كريت الماتيوريتي فلو هي عملت بروس الرس يونيفوكا ا Ebody هي بده حصل هنا sente virus او paryngus default ففيם تểmشوفوش غير في nditchendrim فقط umanش Kurtqui المقصود بيها التيومر اللي بتحصل فيه الSpecific Woeing Site زي الابدوين والبالث واحياناً البارا SPINAL Tumor كل دول بيبقى small potential site ممكن التيومر بتجروه زي فكرة البريغنانسي اليوتلوس عشان يبقى افيدنت ومتشاف لازم ايه عالقل بعد الشهر الثالث او الرابع عشان يبدأ يباني نفي ايه بيزابول اسويلين فعنى عندنا تيومر طالعة من البلبك كافيتي برضه عشان تبقى بلبابول او تبقى متشافة كويس لازم ايه تبقى لفترة طويلة ونفس الكلام لو عندي تيومر في الاسبانال كورد او ريليتد لي الاريا البستيريور لازم يكون عامل ماسف صوفت ايشو عشان تبان كمينتا زائد الدستيربانس وفونكشن هنا ممكن تبقى نتيجة البرشور افكت لو في بريشور على النيرف روتز او الكوردز او الريليتد انيرفاشن هتبدأ تبقى انفصول بنعمل سوبراسيزيا وده كومن مع الاسبانال تيومر نفس الكلام لو عندي ريوج ماس طالع من البيو كريمس وعمل بريشور على الليروني البلادر هيبقى لعنده فريقونسي او لو فيه تيومر طالع من السيكرم هتعمل البولوم او الريقتم فبالتالي لعنده هيبقى عنده كرونيك كونستيليشن فده الجزء المقصود بي طبعا اخر نقطة خالص الانسيدينتال ديسكافوري ان الاتشايل وده المستقوما نقرر ان احنا نشوه في الادلت او الالد ايج بيلعب قورة اتخابط بشكين ان فيه فريشور او فيه كاس بنعمل اكس راي نلاقي ديجان موجود وده اللي بنسميه انسيدينتال ديسكافوري اللي هي بنسميه اسمتوماتيك تيومر وده غالبا بيبقى حاجات البيناين سيست وبيبقى حاجمها صغير لدرجة انها مش عاملة اي كومبليل عند الهيان طبعا ده ده دفرنت اكس رايز وبلينيكال فوتو للتيومر هنا ده كان استصار كومة وفانجيتنج في الابرتيبيا نفس الكلام في الديستال فيمار في الهيوجي سويرينج هنا برضو اعبارة جاند سيل تيومر وفانجيشن مع الكارنس في الديستال تيبيا طبعا هنا الاتنين الاتنين الاكس رايز باين فيهم البسولوجيكال فراكشر فنشوف الكلام ده بالتفصيل فبالتالي البيشن اللي بيجينا باي بوني تيومر او صوف تيشو تيومر لازما فيه خطوات بنمشيها ولازما تمشي سيستماتي عشان توصل لأكرة الدياغنوزيس وفي نفس الوقت نفيد العيان فاول خطوة ده هو الكلينيكال اللي يحتمد على الكلينيكال فيتشار والإفاليويشن واللي احنا قلناه من شوية بعد كده بيضاف ليهم الفيزيكال والروتين لاب والإكس راي دول بنسميهم ستيب وان الاستيب وان الإكس راي واللبيراتوري فاستيبت موستوف زا تيومر بتبقى نانسبسيفك في اللاب حتى لو فيه أنيمي او الفيزي اسعار ما اقول دي بتصل مع أمراض كتيره جدا فنسمي نانسبسيفك إكسبت كانسر بروستيت بيبقى معاها الفيزيكال بيقى السعين الميلومة بيبقى معاها برضو الفيزيكال معاها اللاب بتاعتها وديها هتبقال في التفاصيل بعد شكرا otherwise بتبقى الحاجات كلها نانسبسيفك بتبقاش او بروغنوستيك فادي من إكس راي بنسميها ستيب وان لان دي بتبقى لنا الجومتري بتاع الليجن والأجريسيبنس بتاعه سواء ازا كان سبكا مسكرايبيت ولا ديفيوز افكشن في خطوة رقم اثنين اللي هي البيبيوبسي افاديواشن ندون تاتش البييشن ونعمل البيوبسي الا بعد الستي او الامر اي هل بنعمل الستي والامر اي لأ مش في كل الحالات لو انا عندي صوف تيشو كومبونانت في الكلينيكل وفي الاكس راي فيزابول يبقى بنعمل MRI لان نبتشو فاراكتر يبقى احسن في الMRI لكن لو عندي باسيولوجيك الفراكشار وفي ماتريكس في بوم فورميشن بنعمل ستي طبعا في البلفيك والسباني الكيومر لازم بنعمل الاتنين عشان الكمبليكسي اناتومي والاصطاد بتاعتنا تبقى ايه واضحة جدا ودائما ما بنعملش البيوبسي الا بعد الـ full radiological evaluation لان البيوبسي is an invasive technique وانس انك عملت البيوبسي بقى فيه هيماتومة الهماتومة ديت بت leads to a tissue disruption لو البيوبسي ما تعملش بالرورز الصح بيتكون الcontamination فبالتالي ممكن بتعمل over estimation of the size بتاع التومي عشان كده مستحب بنعمل الـ CT والMRI before البيوبسي اخر خطوة اللي هي بقى الـ search for metastatic disease ودي ما بنعملهاش routine في كل الحالات الا في الـ high grade malignancy لو انا عملت الـ X-ray والـ CT والMRI وتلع بنعمل tumor فان انا اعمل search for metastatic disease مرهوش اي خيمة وبكلف العيان فلوس على الفاضي فبالتالي search for metastatic disease بيبقى selected cases high grade malignancy الحاجات اللي هي الماليجنانت برايمر تيومر الأجريسي زي القصة القومة والإيومي لكن لو جالي bone cyst اعمل عين bone scan ما فاديميش في حاجة يعني search for metastatic disease بيبقى في الماليجنانسي فقط عشان اشوف هل ده solitary ولا multiple region فبالتالي احلا بنمشي الخطوات بتاعتنا clinical feature evaluation الـ investigation الـ X-ray وبعد كده CT MRI الـ eyes to open scale لو قلنا high grade malignancy metastatic lesion في بقى حاجات بنعملها الثانية لو قف مع الـ planning lip surgery الـ arteriogram عشان نشوف relationship مع الـ major neuro-phosphate bundle اطبعا في الـ pelvic tumor والـ tumors اللي هي around the major joint تبقى مهم عشان يبقى نافهم يبقى disturbed عشان ما تفجأش بـ translation بتاع el-biscic interoperative مهم تبقى عامل planning وتبقى عارف هتعمل dissection الزين وزي ما قلنا الـ laboratory studies معظمها non specific والـ tumor marker برضو ملهاش rule في primary bone tumor لان كل tumor marker اللي موصوفة موصوفة مع الـ carcinoma مش مع الساركومة وانا طبعا هارفين الفرق الساركومة دي اللي بتطلع من اللي بتشهو character بتاعنا اللي هو الـ mesocelium والـ endocelium بتبقى اسمها carcinoma ومهم قوي اللي بقى tumor marker في حالات cancer breast في حالات cancer ovary في حالات الـ GIT الحاجات دي فيه rule tumor marker لكن عندنا في primary bone sarcoma up to now there is no specific tumor marker وزي ما قلنا اخر خطوة اللي هي touch the patient اللي بنسميها biopsy وده لها rule هنتكلم عليه بعد شوية فاول حاجة بنعملها دايما الـ X-ray بتادي ديني على الـ feature الـ tumor دي aggressive ولا run aggressive destructive ولا run destructive او ما بنلاقي حاجة اسمها geographic button of bone destruction زي في الـ X-ray اللي انا بشعر عليها بالموس اللي على الـ left شايفين هنا will circumscribed الزوم ما بين الـ normal bone well delineated وموجودة في المتاخصص بس مع الـ expansion والـ ballooning يبقى انا هنا بتتعامل مع حاجة اسمها bone system بصينا على الصورة اللي هي على الموس دلوقتي ده عبارة عن polyflower mass مع mark bone destruction والأناتوم التاع الـ humerus حتى disturbed وواصلة overriding shoulder والـ polyflower mass دي على طول بتساوي على طول condrosarcoma الاستسارcoma اللي هنا في القلمة الموس تريد شايفين الماسف دستراكشن البون دي سابير في استيروسيز النورمال بون من الأبنورمال بون ما بنسميه white zone of transition فيبر اوستاري اكشن صوف تشو يبقى انا بتعامل مع حاجة مليجم فبالتالي الـ X-ray بتاتيني الاول فكرة عن degree of aggressiveness of the region الـ CT برضو زي ما قلنا بيباين الماتريكس وبيباين الـ walls الـ X-ray اللي في النص زي ما شايفين دي حاجة اسمعها Cilt Humor هتلاقي الـ الـ joint surface not penetrated احنا وقفين وان مليميتر تقريبا من الـ نفس الوقت واللوكاليز ومبرد في هيزي كده بالـ الاستيال عشان فيه كراك هنا في ده ده لو بصينا بقى في الاستسارcoma الحالة اللي هشوفنا كده بتاعت القلمة فيين الـ 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 هنا completely destroyed soft tissue infiltration invasion للمسل فكل ده بيساوي ملغنان برضو هنا الـ 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 X-Bonsile Lesion وبيسميه Blue Out أو Ballooned Lesion والكورتكس بات very same but still intact there is no interruption فده aggressive aneurysmal bone cyst الـ الـ بيبقى لنا الـ soft tissue extension المضالة الـ وبيقدر نقصها بالملي يعني هيقول لي هنا ده aggressive في الـ ده fluid والـ يقول لي طوله cyst طولها 14 سم من المتافيسس طولها 7 سم وهكذا هنا فيه وفيه كمان fluid collection جوه الـ معناها ان فيه extension جوه الـ المنظر اللي في النص لو بصينا هنا هنلاقي فيه اللي فيه extension outside the distal femur وهنا فيه حوالين ACL ligament وهنا فيه بوستيلول كمان فيه البوبلوتية الفصل فهنا الـ MRI بيبين التشو character كويس جدا بالـ extension ويدا للإسهالي زي ما قلنا بالسنتيمتر هنا يقول لي فيه extension من الـ distal femur ويطول 12 سنتيمتر يبقى انا عارف لما جاعمل resection باخد مرشن متاع اسميسا يبقى انا هعمل resection لـ 50 سنتيمتر هنا quadriceps muscle intact الفات بلين باين هو اللي هو اللابيت ده ما بين tumor extension anterior ما بين التندوم متاع quadriceps ده هتلاقي نفس الفات بلين ده هو نفس اللي هو الصبوتينيس فات هو intact مفيش فيه infiltration برضو نفس الكلام هنا soft issue extension posterior still contain the sub reosteal معناها ان الـ tumor دي ببروه by expansion معناها انه مفيش infiltration كل ده بيبقى مهم في قراياتي لـ MRI ما باعتمدش على التأرير اللي بيجي لي لان التأرير اللي بيجي لي لان التأرير اللي بيجي عليك أسر كومة ما فدنيش في حاجة لكن مهم او ان الواحد يتعلم يقرأ ايه الافلام بتاع MRI وستيب نفسه هنا بقى بص هنا في المنظر ده هنا البوبلوتية الفصة وهدي هنا البوستيريور تلوك لرنوتش invaded بالتأمر هو مع الـ بيس المهم قوي اشوف الحاجات دي هنا ثيمر وهدي هنا القوات السلسل قدام سليما لكن بص بقى ورا التأمر واصلة الـ around اللي هو اسمه الآيزوتوب بونسكان او بنسميه بالعربي المسح الزري ده ملوش فايدة غير زي ما قلنا في الأول إلا في الـ high grade malignant والمتاستاتيك ليجان فايدته هيقول لي ان ده سوريتري ولا ملوش فايدة أكثر من كده وده كنا بنعمله زمان روتين في حالات القصص الرقومة والإيوينج او المتاستاتيك ليجان في طبعا اللي طلع أحدث منه اللي هو الـ بتسكان هنقوله في الآخر الفرق ما بينهم الآيزوتوب بونسكان ده ما بيبينش غير السكليتال متاساس اللي هي البوني وزمان في التسعينات وغاية نص العشر سنين اللي تقول دي سموها الفرس دي كيد كان روتين بنعمل حاجة اسمه بونسيرفي يجينا العيان عند تيومر في الدستال فيمر ونعمل نكسرها على على الشيست على الاسباين وعلى البلفز وعلى البصفيمر فبنكلا بنقعد نعمل العيان حاجة اسمه البونسكان لغنى القصة دي وفي سنجل فيلم زي ما احنا شايفين بقدر اشوف الهول اسكيلتون وبنشوف الاكتيبتي موجودة فيه نورمالي بيبقى فيها حاجة اسمه Symmetrical Equal Distribution يعني البوص شولدر يغوزاسين البلفز نفس الكلام وفي الـ Growing Children اللي بيبقى فيها ابيفيزز فبقى فيها فبالتالي بتاخد الضاي بتاع اللي اسمه اكتر من ايه الـ Non Growing Area لو بصينا هنا ده عند قصة ساركومة في الـ Distal Tepia اللي منظرين اللي على الشمال خالص او هنلاقي كله Equal ودقريبا Symmetrical Distribution مع ده الـ Distal Tepia يعني ده بتتصور أنترو بوستيرو وتصور بوستيرو انتيرو بين الليجن مفيش أزار سكيلتال لجن نفس الكلام ده برضو الـ Child 14 سنة تقريبا وعندنا الليجن هنا في الـ Distal Female لو بصينا عليه الـ Epi والـ Posterior View الـ 2 ما في بقية الـ Skeleton انتاكت مفيش أي أزار Second Breast هنا بقى ده كـ Female Patient Cancer Breast وعندها ويد سبريد Skeletal Metastasis تقريبا مفيش عطمة في جسمها ما فيهاش متاستاتيك ليجن بصينا عندها الـ Spermum الـ Spine Multiple Levels الـ Belfis Very Extensive Metastasis البوس Femars الـ Bubic Remus الـ Cervical Spine هنا في الشولدر فده Extensive White Spirit متاستاتيك ليجن والمنظر ده غالبا ما بنشوفوش غير في الـ Terminal بيشن يعني تقريبا الحياني اللي بيوصل مرحلة دي بيبقى الـ Dying Patient ما بترحقاش تعمل له حاجة ما بتقى الـ Extensive Metastasis زي كده الـ Investigation اللي بعد كده زي ما قلنا بنعمل حاجة اسمه Arterogram أو CT Angiography ده بيهم قوي يبين الـ Neurofascular Structure هم دائما بيقومشين adherent مع بعض ليه الـ Mass أو الـ Tumor هناك نقص السرخومة في الـ Bruximal Thibia ونبين هنا حاجة اسمه الـ Neurofascularity الـ Fascularity الـ Around the Mass كل دي Blood Vecals Abnormal جاية ليه الـ Tumor من الـ الـ Fascularity اللي هي Around the Mass لو بصينا بقى هنا نلاقي هنا الـ Bublioteal Vecal أو Translated على البوصل الميديا الأسبق بتاع الـ A-T وبين هنا واضح جدا الـ Vecal Intact ودي الـ Vecals اللي بسمعون Neurofascularity داخل الـ Tumor لكن الـ Main Trunk بتاع الـ Bublioteal Vecal وهو نازل لغاية معادة القف مصل وهنا باين الـ Incontinuity بتاع وباين هنا المنظر في الأفلام الملونة الـ Vecal سليم ومجرد بس نسميه ترانسليتد على السيرفس هنا برضو Tumor في البلفيس كالفين الـ Heuch-Condrosarcoma واخد اهمي بلفيس وهدي هنا الـ Aorta Common Iliac وهدي هنا Internal Iliac وهدي External Iliac وهدي هنا الفاسكولاريتي اللي جاية الـ Tumor وهدي هنا أناظر كيس وصص ساركومة وبين هنا وهنا عارف ان العين ده ببقى فيه Massive Bleeding Interoperative لو انا بعمله ولازم الأول خطوة بنعمل Ligation الـ Intenal Iliac عشان العيان ما ينزفش فيها حالات بقى بيبقى فيها Vascular Invision بالـ Tumor وده بيبقى همية الـ Angiography ده قصص ساركومة في الـ Bruximal Thibian ادي الناحية السريمة شايفينها اللي هي على الـ Right Side ادي الـ Femoral Common Iliac External الـ Femoral أو بسميه Superficial Femoral Artery بعد كده نكمل كبوبلوتيال بالـ Division بتاعته قص بقى على الناحية اللي فيها Tumor ألاقي الـ Vessel واصل لغاية فوق الربا وبعد كده Interrupted فين الـ Continuation بتاعه فين هنا الـ Brunia الـ Artery أو الـ Antero البصير بتابع الـ Vessel حتى لو هنا مش موبيدين ولي دول بنسميها Collaterals حصلت نتيجة الـ Tumor ولكن بيبقى فيه Oblution للـ Distal Blood Supply بتاع الليم هنا بقى فيه المنظر الملون شايفين اوه ادي الـ Vessel وهنا عند الـ Bifurcation خلص حصل Phosphular Invision بقى فيه Infiltration ليه الـ A الـ BitScan ده برضه من الحاجات الـ Recent اللي موجودة في آخر عشر سنين اللي هو اسمه البصيرون Emission Tomography وكان بيتعمل في الأول لوحده اللي هو الأفلام اللي هو الصف التحتاني او الملونة وبدأوا يدمجوه مع الـ Eye Stoke Bone Scan ومع الـ CT عشان كده عالتدقي معظم الأجهزة اللي موجودة اسمه BitCity فيه بقى Recent كمان وده جهاز واحد موجودة في مصر حاليا اسمه BitMRI انه بيعمل combination لـ M-R-I مع البصيرون Emission Cuts وده بيدينا resolution عالي جدا وقواليتي وبيدتكت الـ Tumor ايبن لو هي بالمليميتر طبعا الفكرة بتاعته انه بتعمل بارعا عن CT from the skull to the tooth زائد بيبقى لنا حاجة اسمه الـ Biological Activity بتاع الـ Tumor نورمالي الوحدة الخياث بتاع الـ بتاسكان دي اسمه SUV بتبقى أقل من أربعة في حالات الـ Infection Inflammation الفانجل انفكشن لما بتبقى أفوق الأربعة بتبقى ماليجنسي ودايما بيلاقيها تلاتينات واربعينات في حالات الـ High Grade ماليجنسي لو بصينا هنا دكت في ميل عندها cancer ovary وفي ميتاسس موجودة في مكان الليجن الـ Primary وعندها متاستاتيك extension هو السيكرام وتقريبا واخدها Lift Hemipelphys وباين هنا في القطس اللي جايبة Whole Body وفي نفس الوقت عندنا multiple متاستاتيك ليجن باين هنا في القطس بتاع الـ 60 وباين هنا في القطس بتاع الـ Scan اللي هي الـ Black Area ديت وباين هنا بقى الـ Bit-Scan Cuts اللي هي الملونة دي فده كان عندها multiple vertebral متاسس تريبا في خمسة فده time of diagnosis cancer ovary with extensive متاسس في الـ Hemipelphys وموجود تمام multiple vertebral متاسس هنا برضو المهم أو الـ Bit-Scan طبعا ان احنا لو نقدر نعمله بري الكيمو سيرابي وبوست الكيمو سيرابي زي الحالة دي كعيان كان عنده Fibrosarcoma في الـ Hemipelphys شايفينها اللي هي Very Extensive Mass أهيت وهدي هنا في الـ Ice Top والسكان القطس اللي هي الـ Black اللي عندها خد Five Cycle كيمو سيرابي حصل شايفين هنا بقت Very Small Area اللي فيها Activity ده Very Good Responder للـ Chemo السيرابي الخطوة الأخيرة اللي هي في الـ Diagnosis الـ Biopsy الـ Biopsy بتبقى مهمة to obtain sufficient representative pathological tissue for accurate diagnosis and staging of the region بمعنى ان انا محتاج اقول ان عنده لنفومة العيان ده وكنه شاركومة لانه كل طيب من التشو وخاركتر له specific Anti-A Chemotherapy Asian عشان نده نقول ان نرسفوندن زي فكرة الـ Antibiotic عندي عيان عنده E. coli عمالة تديره اغمانتين كـ Antibiotic ما بيستغلش ما بعمل Culture وسينيستيفتي هقولي ده سنسف لـ Ambicillin بس أخد Ambicillin يلاقي العيان الصديد والـ والبكتيرى فنفس الكلام الـ Anti-Cemotherapy Asian كل تيومر لها الـ بتاعها عشان كده مهم قوي اننا تقتين الـ Biopsy عشان تشو كاركتر وبرضو مفيش كيمو سربي بتاخد بلاين ما هنفعش اقول ان الـ راديولوجي بتاع العيان ده قصص الرقومة نفر ان فيه اي سنتر في العالم محترم بيدي كيمو سربي من غير تيشو Diagnosis طبعا الـ Biopsy لها رولز اللي هشتغل بعد كده أرثوبيتك هيعرافها بالتفصيل واهم حاجة وانا باخد Biopsy كلهم بسهل تم كتير قوي الكلمة اللي هتلاقوها على الفيسبوك وبنسمعها هتتسئل من جارك اعمل عيانة ولا لا هتنشر الورم لا العيانة ضرورية عشان والتيشو بس لها رولز لان لو اللي خد العيانة ما هواش وعارف هاو تو بروتكت الـ هيعمل وده اللي بيتقروه على الفيسبوك وعلى الصفحات بتاع الماميز زي ما بيقولوا انه عمل عيانة والورم انتشر والورم ما انتشرش نتيجة الـ الرول الصح هو ان ده بيبقى مستيك من الجراح اللي عمل لازم ابقى عارف ان انا بخش من مبفتحش مالطبولتشو مبفتح ماشا الـ مبفتحش 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 مبافتحش لو في ويندو بلازم اعمل له فكل دي رولز تمنى ان يسأل حاجة اسمى ايكسرافازيشان او تيومار كونتا ميشا فانا انا مش عارف الرولز ديت طبعا بضيع فرصة العيان انه ممكن يتعمله لين بسالفش لتر اوه الاول تيومار بقى هنتكلم عليها فيه البناين تيومار اللي هي بنسميها اليونيك كاميرا او السيمبل بون سيست ده المستوكمان سيست في الاطفال ودايما بنشوفها بفور الاج وففتين دايما بتحصل بفور الفول سكلتال متوريتي وففتي برسين بفور انزا بروكسما الاند او زهيومارس ده المستوكمان سايد ولكن ممكن تحصل في اي اي اذر لوكيشان زي بروكسما الفيمر بروكسما الانديستال تيبيا اليكوينج ودايما احنا قلناه في الاول عندنا حاجة اسمه انسيدنتال ديسكافري ان الشايل بيلعب أورا اتخبط بنعمل اكسراي بيلاقي الباسيولوجيكا الفراكشل وبنسألها اسماء تانية سيمبل بون سيست او سيليتري او يونيو كاميرا البون سيست يعني بقوم يونيو كاميرا يعني سينجو كافيتي سيست عشان نفرعها بعد كده من الانيونيزمال اللي بتبقى فيها مالتي ديوكيلر كافيتي بتعمل اكسبانشن اوف زه بون عن طريق انها بتعمل سينينج اوتوف زه كورتيكس سرو اندستيال اروجان الجملة دي مهم اوني بفاهم منها ان السيمبل بون سيست بتاكل المضالة بتاعت البون وزاوت اكسبانشن كان لك بتاورها زي الكوسة بتفضيها ولكن الكونتور والكاليبر اف زبون ازا سيني ده اللي اسمه كلمة اندوسيال اروجان و سينينجل الكورتيكس الانيونيزمال بتعمل حاجة اسمها بلو اوت او باللونينج او زبون زي ما هنشوف في الاشعات و المنظر طبعا في تلت الحالات في السيمبل بون سيست ممكن تبقى بفيرس باي بسولوجكار فراكشة افتر مانورترومة وبتبقى اكستنسف بون دستراكشة ريزيمبل نيو بلازم والزوء تزنوط اترو اي تيومر والكافيتي بتاع السيمبل بون سيست بتبقى مليانة بسيروس فلاوي لايك الجوينت اسفيريت ولو حصل هاموريش نتيجة بسولوجكار فراكشة بتيبقى سيند بغاي بلاد فنسميه همراجيك ايه وده ازمان بتبقى سيميتريكال ودايما بتبتدي في الميتافيسيس وحصل لها بروس ولو حصل فراكشة بيبقى سيباريت الفراجمنت من الكورتيكس وتقع على وش الفليود الموجود عشان بتددينا كاراكتريستيك واتس بقول فولن ليف او فولن فراجمنت سيند وده بيبان في الاشتراكشة واضحة جدا ده مالتوبال اكزامبل السيمبل بون سيست لو بصينا عليها البون ديامتر is the same وزاود expansion or ballooning مجرد انك او ورطاء زي القصة زي ما قلنا من شوية فضيتها بالبالة دي كده ودايما لما بتكسر وده تلك الحالات جزء من الكورتيكس لما بتبقى very same بيفول بوا السيست زي اللي انا بشاونا على لعب الماوس ادي عن نظر ايه موجودة كمان هنا في الفيبولة بتبقى ده اللي بيسميه فولن فراجمنت او فولن ليف سين برضو ممكن تبقى very extensive في السيست لو نبلكت تفتشور طويلة وتبقى تاخد الهول ايه من البون مع المتافيس والمستقومن في البروكسما الفيمر بتيجي في السابتروكنتريك اريا وبرضو هنا في الحالات دي بتعمل لنا angulation وفارس لما بتحصل احيانا بتبقى very early قبل اللي بقى تكسر بتبقى عبارة عن اندوستيال اروجا نورمال الكورتكس بتبقى ثلاثة ميلي تقريبا الاربعة ميلي وبسط هنا عثل الكورتكس بقى نسميها وان مليميتر ناتيجة ان حصل اندوستيال ديستركشن نفس الكلام في انك فيما هنا برضو متصورة وامبريس وفيها برضو الفولين فراجمنت موجودة On Aspiration ليه السيمبل بونسيست زي ما قلنا بيبقى فيها خاركتريستيك سيروس يلوش فلويد بالظبط كأنك بتعمل Aspiration لحالات effusion في الني joint هنا في ال Distant Radius او في البروكسما الهومرس يبقى stroke color the fluid اذا هو اليلوش بتاعنا ويمكن يبقى هوموراجك ستين لتيجة الهومرش بتاع البسولوجيكال فراكشن السيمبل بونسيست فيها نسبة حوالي تقريبا 50% من الحالات بيبقى فيها مع الماتوريتي والجروس بيحصل لها ماتوريشن وسيستقصفكيشن وهيلنج من عند ربنا بيبقى ولكن الكلام ده في نسبة 50% اللي هتبقى لازم تبقى سمول واقل من سيري سنتيميتر ونوت جروينج في لكن طبعا لو ليتها بتجرو وتكبر في سيريال اكسرين كل ثلاث شهور ده معناها انها اكتف سيست معناها انها سيبقى للايابل للمالتو الفراكشن وديك الحالات ما ننفعش همشي هكون زيت بتحتاج السيري ومصت في الواقع واقع المصير مع القلص فورميشان الى بكاو ممكن عشان الله انها 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 انسان Bearing area can be observed With restriction of sportus With stronus activity Until cyst heal ولازمة تبقى asymptomatic قبل discovery لكن اللي هي growing وبتحصل على ميجريشن تبقى أكتر من 6 سنتيمتر ده لابل للproblems والمultiple fracture في الحالة دي ده بتسميها active lesion تبقى في الحالة دي لازمة بنعملها كرتاج ولملاها bone graft مع الاجفان تمشى هذه example Symbol bone cyst extensive وكبيرة في البروكسما الفيمر وده with bearing bone حتكسر وإن هنا اللي بصين هنا في lateral view بدأ فيها كراك أهوات عند الباز بتاع انك فيمر فبالتالي الليابيليتي لي ان دي أحصل deformity وبروص الرست وشورتنين عالي وده في تشايل بسنه 7-8-9 سنين منفعش يمشي وإلا الخفل ده يعد لغاية ما يبقى عنده 15 سنة في السرير مع الاكتيفتي فالمستحب نحن سيرش الانترفينشن لكن لو في الهومرس في ريدياس فقالنا وحجمها صغير وده نانو bearing bone ممكن تبقى نخليه under observation فترة منوصل من 3 إلى 12 شهر تقريبا وبنتابعه بسيريال اكس ريز كل 3 شهور لو هي ما بتكبرش ومش عاملة مشاكل ممكن بس طبعا بتحرم الطفل من الرياضات من الاشتراك في الحاجات اللي فيها بيسموها سورتس اكتيفتي عالية عشان الفراكش لكن لو هي بتهيل خلاص يبقى بتنتبعها لكن لو هي بتكبر تسيريال اكس ري ماناش حر غير انها بنعمل سيرجري بنعمل ونكحة الورن كويس كل دي وسائل وبعد كده ربنا خلي عندنا بقى اكتر من عظمة بنسموهم ريزرفوار للجراف زي الفيبولا الفيبولا ممكن نشير منها ان شاء الله 20 سنتيمتر وبتبقى بعدها بسبوعين ثلاثة ولك ان الخطاء الفنكشن بتبقى نورمال وفي بعض الاطفال يقل من 12 سنة بتري جنيرات الفيبولا دي بالكامل تاني والاستخدمها كاسترات جراف نملة بها الكافتي بعد ما نكحت التيومر وقادي هنا بعد شهور بتلاقي بعد نورمال بون وبحصلها بعد كده ويحصلها ريكاناليزيشن تاني بالمضال التيومر اللي بعد كده اللي هي الانيوريزم البون سيست كلمة انيوريزم means dilatation او باللون زي ما اخدتوها في الكارديولوجي بعد كده في الاورتك انيوريزم والحاجات الشبيهة اللي هي الفاسكو بارضو بتبقى بارضو بتبقى مليانة بلوت بتبقى بارضو وبتبقى بتبتدي اكسنتريك وبعد كده بتتبقى الهول بون والباصلوشغ الفراكشل بيبقى فيلي العكس السيمبل بون سيست لانها بتبقى باي اكسبانشن و بلون بيبقى الكاركتريستيك فيها الماركت اكسبانشن بلو اوت او بلون او بلون مع البر او بون فورميشن و دور البير كل ما تاخد منه بتلاقي بيطلع بلوت زيادة هي نفس الفكرة مع الكريتاج بيبقى فيها و احيانا بنحتاج نحضر كسين تلاتة دم و بصورهم في الهيوج ديجان والترميش ال اكس بيبقى ال بيبقى موجودة في المتا ديافز زي ما قلنا دعم سينج او ترميش سينج سينج ادي هنا الاكس ريز لو بصونا في عليها هتلاقي فارق واضح جدا عن حالات البونس ما بتعمل شي البلو اوت او متافيس ولا بتلاقي هنا حجم البلونة زي ما شايفين هنا الهيومرس شايفين الماس قدين بلو اوت او 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 وادي هنا في الريديس نفس الكحن ادي هنا في الهيومرس ادي هنا في الفيبرا باللونing of the bone هنا في الريديس هنا برضو في ال ساكن المتاكربل وهدي هنا في الديستال تيبي احيانا بيبقى فيها ملطوب الريجي بنسميها سوب bubble appearance ده بيبقى الانيوريزم البون سيست الانيوريزم البون سيست زي الحالات السيمبل السيمبل زي ما نحن فيها 50% instance of spontaneus healing لا هنا once discovered means surgery زي حالات البون سيمبل البون سيست هي نفس التكنيك بتاع الجراحة بس هنا ما فيش فيها ruler conservative treatment زي ما قلنا و لازم بأثناء الانيوريزم الاغريزم بابقى عارف ان فيها continuous bleeding زي ما قلنا لو الو willing بابقى محضر دم كتير عشان الدا بيبقى والدام بتاع بنسميه precious عشان تكون بانس بلد بوس وهدي example intraoperative شايفين بتبقى cavity filled by sponge of blood لانا السفنجة ما ليها blood هيا بتبقى وببطل bleeding إلا هنا بنعمل حاجة اسمعه complete cuterization للبد او بنستخدم crycerobabee liquid natin وهنا كانت في clavicle ده بتبقى resectable bone ما ينفعش تكحاته بتريكير يعني very high recurrence rate هنا بنعمل complete resection للclavicle وبنعمل بعد كده fibular graft برضو فيه هنا في proximal femur والneck femur وادي هنا كان في proximal tibian طبعا ادي example للجراحة زي ما هنا بنعمل window كبير نكحت وعد ما نكحت بننظف ونستخدم cryotherapy وبعد كاب نحط لها double esterat fibular في المتافس proximal tibian وادي هنا after two years complete healing integration even حتى fibular شايفين هنا في النص المكان defective انتشال بيصلها partial regeneration ومع الوقت بترجع تبقى complete fibular في الأطفال الأقل من 12 وريبورت بغاية سنة 14 سنة بيصل complete regeneration di fibular graft صحيح التيومر اللي بعد كده كان يه سببها معلش الوطفل نعم كان يه سببها ال legion دي يعني ايه سببها لا ما احنا 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 فاسكولر مالفولميشن في الانترامدالر بلصها ناسويد موجودة في الاسطايد الاولينية خلص قلتها والله قلنا فاسكولر مالفول او تمام تمام انترامدالر بلصها ناسويد دي اللي بتعمل الابنرمالية في البون والاكسبانشن والبلو اوتو في زبون تمام شكرا نعم التيومر اللي بعد كده اسمعه osteocondroma هتسمعها كتير او من حد من جرانك يجيب لك ابن الصغار يقول لك ابني مولود عنده ده عبارة عن osteocartilaginus boni lesion في منها نوعين نوع سيليتري ونوع مالتوبل الفرق ما بينهم طبعا السيليتري باي اتسينين بتبقى single lesion ودايما بتبتدي في سن البيوبرتي اللي هو من سن 12 ل 14 سنة وبتبقى single مفيش ازر lesion في البضي المالتوبل ده بيبقى صندروم حاجة اسمعه مالتومنتفازية الأكاليزيا وده بعد يبتدي بيبقى مأساة يعني بيكتدي من سن 4 5 6 سنين وبيبقى autosomal dominant وبيبقى في جروس arrest multiple deformation والعام بيحتاج 30-40 عملية على مدار عمره وهنشوف الفروق ما بينهم يبقى الاستيكوندرومة اسمها cartilage cat existosis اللي بنسميها زواد عالمية الترجمة الحرفية او بنسميها احيانا cartilage tumour وده المستوكومان يعني ده الواحدة بتكون اكتر من تلت البنين bonnet tumour في الغرowing children وبزي بيcontinue to grow under mature under counter ossification once in a scleretal maturity gross بتاعها بيحصل cessation او feeding او يعني ايه الكلام ده الاستيكوندرومة بتبتدي كبوني لمب حجمها صغير بيبقى فيو ملم متر في خلال شهور بتبقى 2-3 سنتيمتر واحيانا بتوصل لحجم 20 سنتيمتر ده ما ده اللي بيسموه active gross حسب اللوكيشن بتاعها وحسب هي broad base ولا bidun clutter وعنشوف الex الوقت والفروق ما بيمر once بنحصل full scleretal maturity اللي هو سن 17-18-19 سنة سواء ميل او في ميل الج gross بتاعها بيعصله arrest والبطل بيعصله gross الكartelish cap بتاعها اللي بيوصل 30-40 ميلي بدي يحصل atrophy وبعض بيعصله disability وحنشوف بات الكلام طبعا بتبقى عبارة عن bory stock ممكن تبقى broad base يعني بتبقى فرشة على العظمة او بتبقى downclated long stock وهنشوف الفروق هنا ده بتبقى boni gross طالع من metaphysis ودايما بتgrow away من nearby joint يعني لو هي distal femur عطلها بصل فور لو هي proximal tibia عطلها بصل تحت نفس الكلام الهيومرس يعني حساب proximal او distal اول قادة بنتبقى boni existosis او بنسميها boni protubernus او the surface of the bone وممكن تاخد اشكال كتيرة زي ما عنا شايفين وده ممكن تطلع من flat bone scabula ممكن تطلع من post bone سواء for arm او lig وفي الحالات بتعمل dysplastic deformity and attenuation نتيجة pressure لان bone بتاعتنا ربنا خليها مش خشبة او مش حديدة فيها حاجة اسمها elastisio viscus مع الوقت وده brown بيبقى البون لسه soft فبالتالي بيبدأ يحصل حاجة اسمها اللونج medical اللي بنسميه broad base بيبقى فارشة على العظمة وبتوصل من 6 احيانا لغاية 10 سنتيمتر الbase بتاعتها ما بتبقاش مجرد medical لو سنتق او 2 زي كده وفي الحالات بتعمل بقى huge bone bromance وباللي احنا دائما بنشوفه في x-ray osteospart بيبقى في cartilagion spart الcardi ما بيبان شي في x-ray بيبان في MRI بيبان soft tissue shadow كبير طبعا eliexistosis زي ما هون discovered with cartilage cap and underpoint cutler ossification وبيتحول بعد كده to normal cancellous bone والsickness of the cap بيبقى variable بيبقى very sick في active growing age ومع الاسكتر المترجم زي ما هون بيحصل low cessation ايه بقى مشاكل الاستي chondromat ده بالرغم اللي بيسميها زوائد عظمية لا مشاكلها كتيرة ده لها خمس مشاكل وكلهم problematic اول حاجة عندك long stock medical او بازبوس طالع جنبل العظمة طفل بيلعب قورة مورد شوطة بسن جازمة قورة جات فيها بتروح كسرها بتعمل severe pain وبتبقى زيها زي اي fraction في الحالة دي بإنديكيشن في البيضان 3 الطيب اللي احنا نفتح ونعملها resection طالع من البوبليتيات الفصة او من البوستروميديا الاسبك طالع من الهيد فابلان دول مستو كومان سايد بتعمل لنا انترابمنت على الادجيسنت نورو فاسفلر استراكشن اللي طالع من الهيد فابلان او الاراوند الفابلان دايما بتعمل stretch على وابطو اللي ممكن تعمل وفي حالات شفناها بتعمل نتيجة ماركز على الحالات اللي بتطلع من البوستروميديا الاسبك عند الهانتر كنال بتعملنا حاجة اسمها سودو انيوريزم في البيسل بنلاقي مكتب اسكيمي كمان فا دي الانترابمن عبارة عن طالع جوه المسل عمال يعمل نفس فكرة بيرسة الياس بيت الصلاة واحيانا اللي بتطلع على ال بريباتيلر اريا بتعمل كل شوية بيرسة البرسة دي بقى انفلين تعب فليويد اللي هو الفيوشن اللي بيصعر فيها وتعمل بيرسايتس المشكلة بقى الاخطر اللي بتعمل ماليجنان ترانسفورميشن تو كوندرو ساركومة لاني دي كارتلش كاب وده بيبقى اكتر في ال ودائما ما بتصلش الا افتر اج اف فورتي يعني بتشوفهاش في الاطفال والسن الصغيان ان الطفل اهل وعارفين ان هو هو طفل كان عنده وكبرت وبعدين صغرت في الحجم وموجودة بقى لها 20 سنة واكتر من 20 سنة ومرة واحدة بعد الاربعينات يبدأ بقى تكبر في الصيز بتبدأ ايه وما بتكبر مع ماليجنان ترانسفورميشن لا بتتحول لحجم يعني بتبقى حجمها مثلا 2-3 سنتي تلقى بقى 5-6 سنتي واحيانا بتبقى اكبر من كده يبقى ده على طول وانس ان هصل ريجروس سواء لو هي طلعة من الليج او 4-arm bone وهدي اكزامبل للحاجات اللي احنا لسه عيدنا اكتر حاجة بنشوفها انها تتكسر زي ما شايفين هنا X-ray وهدي ال-CT بتاع نفس العيانة ده كانت ال-child عندها 14 سنة وخلاص بدأ يحصل لها خلاص الغرص والفايزية واتكسرت هنا بخطة بسيطة عند ال-stone ده تبقى very simple operation بنفتح ومجرد بتشيل الاستيكندرومة وبنعه ونساوي العظم هنا احيانا زي ما قلنا بتعمل frictional brusitis هدي الاستيكندرومة هيت في ال-60 هيت وكل ده عبارة عن cyst هيت اللي هي ال-bris ومليانة fluid aggressive brusitis تبقى طالع all around على el-symbles احيانا بقى هنا ده عيان adult وفي حتى arthritis كمان بتنهيب joint او gybrid gamut شايفين ده اللي بتسميه malignant transformation وفي الحالة ده بتاقوير بقى ossification في ال-brief التاعدي هدي another example of malignant transformation الكارتلش كاب بيبقى 1-2 مليمتر after skeletal maturity once بقى اكتر من 15 ملي ده بيساوي malignant transformation لو بصينا هنا اهيت الكارتلش كاب بيه heavy dense calcification وهنا time of surgery لازم بنشيلها بالبرسة بالcover بتاعها بsifty margin لان ده low grade malignant اللي بنسميه l-chondro sarcoma l-ostichondroma زي ما قلنا l-chondroma should be reserved مش كل الحالات بنعملها surgery لو هي small وموجودة في hidden area ومش عاملة ل-discoffort ولا deformity ولا frequent briscitis ولا liable لل fracture ممكن بنتبعها لغات معصلها cessation للبروس وتبقى موجودة كsmall bonny prominence لكن لو هي بقى كبيرة وعملة مشاكل الخمس مشاكل اللي احنا قلنا عليهم ده بيبع indication للresection وطبعا لازم الكارتلش كاب مست بي excised completely الملتبل طيب منها زي ما قلنا ده syndrom اسمه multiple hereditable existosis اولو اسم اتاني اسمه metafasial achalasia وده بيبقى benign being multiple hereditable skeletal deformity وزي ما قلنا بيبقى فيها مشاكل اكبر ونسبتها تقريبا بتبقى 1 على 10 من حالات السويتري وبتبقى زي ما قلنا autosomal dominant trait ودايما بتورز بنسبة التلت تقريبا يعني لو جالك جد هتلاقي بخلف ثلاثة في واحد منه انا عندي عائلات بيتابعوا معايا الجد والاب 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 عندهم السندرون ده وبيورز زي ما قلنا بالنسبة التلت تقريبا بتبقى diffused وsymmetrical بتقامل affection لكل skeletal هتبقى موجودة around the knee shoulder and hips and wrist وبتبقى فيها multiple couliflower mass و مشكلتها طبعا كلما كانت seoretary بتبقى المشاكل قل لكن لما بتبقى multiple هتبقى المشاكل بتاعتها أكتر ومشكلتها بقى ما تبتدي في سن صغال زي ما قلنا seoretary تبتدي في سن 12 14 سنة المالتو تبتدي في سن من 4 ل 6 سن وبالتالي هتعملنا gross arrest فدائما للأطفال دول نتيجة انها بتعمل تيزرينج للبري كوندري مع البروس والبون بتاعتهم بتاخد abnormal shape ممكن بتاخد حاجة اسمها baril shape نتيجة فلير للرمود بتاع البون لبصينا هنا داف التبيان اه ادي واحدة طالعة من الفيبلة والعكس هنا وعملة دوفورمتي في الانكم نفس الكلام هنا الديستال فيمر هنا الحمد الحمد هنا التبيا والفيبلة مع الديستال فيمر الملتوبل طيب زي ما قلنا مشكلتها بتبقى فيها مشاكل اكتر المالجين ترانسفورميشن عيبة اعلى هناك في المالجين ترانسفورميشن بيبقى من نص الواحد في المية هنا بيبقى من ستة لعشرة في المية فبالتالي هتحتاج ملتوبل سيرجري نتيجة انها تعمل بيبقى ممكن تعمل بريشار على نيرو بسطر باندل كتير ده كانت شايفين عندها ملتوبل هنا هو في الدستال فيمر والفيبلة وهي تعملنا بريشار على بروني النير اهو دورنج السيرجري وهنا كانت موجودة عند الهمتر كنال زائد انه بدأت تعمل لها دوفورميتي في الفيمر سايفين الفيمر واناثر سيشان بنامي ادي هنا بتاع الأبر تيبيا اهيت دورنج السيرجري وهنا الدستال فيمر اللي البيضان تريتل اللي احنا شايفين اللي هي دي بانا في الهيدي وهي بانا في الهيدي وهي هنا عند الهيد في بيرا اهيت وكان الكمان بروني الناير اثناء تسليق واثناء السيرجري كان هنا تسليق على السيرفز بتاع الماس برضو عناثر كيس اهيت يوج ملتوب الديفرنت ديريكشن هنا دايما الفينيل ما بيحبوش يسيبوها عشان الكوزموتيك دي بيحصل لهم فبالتالي بيبقى ان احنا بنعملون ملتوب سيرجي سواء من الهيد فيبيلا من الميديا الاسوي تاع فيمر او التبية زي عشان تقدر نشيف الاشيال واحد اثنين يعني هدوم تاومد كل دول تشاله في نتيق نحسن الفونكشن زائد البرشور الفكتلي الموجود التيومر اللي بعد كده اللي هي الانكون الانكون اذا بنائم هامر التومتس كوليكشن او ماتيور هالين كارتلج وزين البون نورمالي ربنا خالق الكارتلج بيبقى كافرينج الارتقل سيرفس اللي هو السطح المفاصل اما يبقى بو بو بيبقى اسمه انكندرومة ولو على السيرفس والزبون بيبقى اسمه انكندرومة المسمهات دي احنا اخذناها زمان في البسولوجي وبرضو نزائل قصي كوندرومة في منها سوريت وفي مالتوب طيب والمالتوب طيب بيبقى اسمه اوليير disease انه اول واحد وصف المالتوب الفورم وفي مالتوب الفورم يبقى مالتوب الهمانجيومتا والهمانجيومتا في السكن يبقى اسمه مفوشي سندروم وبرضو الانكندرومة is a benign lesion ونفس مشاكل الاستيو كوندرومة بنسب هنقولها كمان شوية ويجول تبقى اكسيدنتل سيمتوماتيك الليس بصروشك الفركشور اوكي بتبقى موجودة اكتر حاجة فيها في الفوت ومتبقى موجودة في اي اثر بون بيبقى فيها في المتافيسيز بيبقى فيها جوه المضلة بتاع البون لو بصينا هنا هنلاقي هنا ادي دا النورمال هنا هو جوه الكافتي بتاع الليجن ادي هنا نفس الكلام في البيز بتاع السير متطرسة ادي هنا في البيز بتاع الفورس روكسن الفلانجيز هنا هو تلبو كورن موجود في الرينج فنجر وادي هنا موجود تمان برضو البيجن واضح جدا وبين البي السبوتي كالسيفيكيشن اللي موجود في احيالا بتيجي في الريبز اهو تأدي وان ريب في انخندرومة الفراكشن واضي هنا برضو بارثولوجيكا الفراكشن موجود في الري الفيرس متر تقريه ترسل القوليير ده بيبقى ملطبول طيب وده برضو بيعمل ملطبول دس فيجر من لان بياخد معظم البون في الاسكيرتون ممكن تبقى الان في بعض الحالات شايفين هنا الهند في ال تقريبا مفيش الليجن وده اكتر اشعة بنجيبها في الانتحانات اللي بتاع القوليير او الملطبول انتون درماتوسيسي هنا لو بصينا ده اللي هو بياخد الون الاترال فورم هو بتلاقي هنا موجود هنا في ال رنج بروكس مو خلانجيس والميدل وده هنا في الفيفس متقربل وده هنا الفيفس برضو بروكس بالكامل هنا الملطبول بيلاترال موجود في البروكس ملطبول موجود في البلفز موجود في الدستال في موجود في التبية موجود في الربز موجود كمان في الفورقة ده السندروم بيبقى سمو قوليير ديزيز وده بيبقى مشاكله اكبر زي الاستو كون درماتوسيس اذا كان المريجن ترانس في بيبقى خمسة في المية لا هنا بيوصل خمسة عشرين في المية والحالات اللي بقى فيها ملطب الهمانجومتا والإنفانجومتا اللي بنسميها المفوشي بيوصل up to 100% ملطبول طبعا الملطبول بيزيد مع الملطبول دي وبيبقى أفضل سكليت الماثور زي الأستو كون دروم او هنا هان حصل ملطبول 50% disfigurement شايفين الهيوج mass والdestruction حتى الأنادوم يبقى ملطب انت عارف أنصبع حتى من الملطبول بتاع الليجن والdestruction طبعا السوليتري طيب لو هي سنتوماتيك وعملة مشاكل و ربيت فراكش بيبقى انديكيش فور سيرجري هادي الاملطبول موجودة هاد وفيها البوب كورن بنعمل وبعد كده بتعمل وبعد ما بتنظف تماما زي سنة مسويسة بنستخدم وبعد كده بنملاها بإمباكت بناخد وهنا الفول أب هوت موسيط عليهم بدقة مش هتلا تقول انا عظمة اللي كان فيها مع الهيلين بالجرافت والانتجريشن إلا لو انت عارف طبعا العيان وحظ البحيس هنا الهيلين ورجعت الكافت الكلمة استيومة معناها بنسمي الورم العظمي التعظمي هو اسمه كده بالعربي وده بيبقى عبارة عن small nidus يعني central area ودائما بتبقى موجودة في cortex of bone ده المستخدم inside وبيبقى حجمها دائما 1-2 centimeter وبتبقى عبارة عن abnormal astroid and osteoblast surrounding by area of reactive bone دانها بتطلع من cortex وبتالي بتعمل irritation للبرئostean فبتinduce extensive brئostean reaction ودائما بتبقى 80% associated في long bones زي الفيمر والتابع والهيومرس وبتبقى في المثا diophysia area الأستيومة بتبقى characterized by small lesion زي ما قلنا اللهم نسمين midas بتعمل severe dull aching night pain so بيبقى presented for several months والبين بيب worse at night و relieve dramatic bicell serate والنosteroidal anti-inflammatory برضو السؤال ده لين هي الأستيومة بتسكر anti-prostag بيتسكر prostaglandin E2 والإنتر reukene 6 لهم الميدياتور بتوع البين ويوجد recently إن بالالكتر ميكروسكوب بقى فيها reach nerve ending وده بيفصر مع الhyper paracin activity والcongestion اللي بيبقى فيه severe mite pain وعشان كده هي بتبقى brostaglandin E2 لما بدي لعنده سلسلات or non-osteroidal بكل دول anti-brostag londin بيعملوا complete diminishing grip pain عشان كده ده بيبقى diagnostic test بنسميه سلسلات suppression test ويوجوالي بتبقى self-limited بس بتقعد سنوات طويلة ودائما بتيجي الage اللي هو من 5-20 years والlimitation بتاعها بياخد من 2-7 years عشان تروح وصلها ossification asbomb tinnis زي ما قلنا بتبقى موجودة جوه cortex بتبقى small round elliptical area surrounding by dense sclerosis وبيبقى حجمها من 1-2 centimeter وادى الاكزامبر بتاعتنا او او ال lesion موجودة جوه cortex بتاع الhyomerous عشان كان مهم من اول صغير العيان ee-deo lateral view عشان تشوف الdimension بتاعتها هنا في fibrant بين amydos وادى هنا indesion هو في cortex بتاع الفيمر وبتبقى long standing بقى 2 or 3 years بتinduce حاجة اسمها doom shape elevation of the cortex اللي اعنا شايفينه دا بتيجي البرؤوسيا reaction اللي بيكام ممكن بتيجي في neck femur ممكن بتيجي هاو في موجودة different location الCT scan بيبقى مفيد جدا في localization لانها bony cortical lesion بيبين anydos بتاعتها زي ما قلنا اللي هيعبارة عن central lytic area surrounding by dense active bone اللي هو sclerosis ومطلوب ان احنا لما نعمل سيتيم بنعمل حاجة اسمها same slices احنا موظم الصفتوير بتاع الجست السيتيم بيعمل سيتيم every مليمتر لو one centimeter لو هي اصلا lesion one centimeter فلو lesion ما تاخدش القطس كويس عايبقى ميز ويجينا الريبورت بتاع الامة الستيم لو بتقرأ الريبورت بس يقولك normal city scan فمهم اول لما تبقى شاكك من history لو night pain or child وبي live by cell or anti inflammatory ان انا بعمل localization للمكان ودايما الطفل بيشتكي حاجة اسمها finger point tender نسبي حط اصبعه على الحتة اللي فهم midas مهم اول انا اطلب city sin slices every two millimetre مش الروتين لو بتعمل وده سهل تثبيته بالsoftware بتاع جهاز city فده في الحالة دي هيقدر يعمل localization لللي جن كويس او لو بصين هنا x-ray dense sclerosis والamnidus مش واضح لما تعمل city حجم اللي جن كام شايفين مكمل ش سنتي 94 0 point يعني اهل من سنتي بيانة amnidus جوه dense sclerotic reactive bone بيانة هنا كمان اهيت بيطر اعمل localization هنا اللي واضح زي بولا ممكن توصل up to two centimeter او في الheomerous لما تعمل city بان هنا lesion كويس او اه ادي cortex وهنا اللي بيبقى purely بيسميه intracortical طلع جوه cortex ويسموها lytic area within sclerotic area دي نفس الكلام طلع هنا عاملة market sclerosis عند اللي sur trupenter وهنا لما تعمل city تعمل صح بان amnidus and localization بتاع الاستيومة زي ما قلنا من شوية it is a self-limited disease with spontaneous healing and ossification ولو في بعض العينين بيرفض يعمل لها surgery وفيش مشكلة بنتابعه بس لازمة يبقى عالف انه هيمشي على long standing anti inflammatory بمشاكلها اللي ممكن تبوز الكل او المشكلة التانية عشان تبقى self-limited زي ما قلنا بتاخد من 2 to 5 years وفي حالات انا شفتها على ارض الواقع والكلام ده تبقى من 2 to 7 years مش 5 years زي ما موجود في الكتب الاديمة ويجابينا هنا هيت موجودة في النيك ثيمر العين ده كان بعد ثلاث سنين عاصل الله هو central ossification ورجع بقت normal bone وزوت اي intervention طبعا علاجها الطريقة التقلودية الاديمة طبعا المست recent non invasive technique غير ال complete resection لمايداس والكلام ده ان احنا بنعمل لها ready frequency activation ادي example eccentric موجودة على surface وزبون وبعينا ميداس هنا في الMRI والكاس بتاعتنا اهيت هنا بتعمل الوقلization under image ومجرد بنعمل الحاجة اسمها شيل اول للجزء ده فقط وبعي البون سليمة مجرد ايه اسمها minor resection ب midas و nuts بتبقى red sherry بالضبط ايه وهما في sclerotic area طبعا المست recent اللي هي under CT guidance بتعمل بحاجة اسمها الاشاعة التدخلية وده من التخصصات الجديدة في اسم الاشاعة مع زمائنا اللي بتتعمل حاجة اسمها ready frequency ablation اللي هو بنسميه كي بالتردد الحراري وده بيتعمل بال10 ال 12 minute ودرجة حرارة من 26 ل30 continuous وطبعا بيعمل drilling ويوصل لغاية midas localization under 60 ويقدر يحرقها بالradio frequency ablation بي الولا generator بزي الالكترو كود المستدمون في العمليات بيعمل localization بتاع under 60 control وبيخش بالبروب وبالنيدل وبيشغل زمائنا لمدة بيلفة حولها ده الميدور بيحرقها ده اللي بنسميه الكي الحراري أو ready frequency ablation وده recommended recently في موظم centers في العالم انت تريبا 90% من حالات osteoma can be treated by this mini invasive technique وزاو major resection of camera يعني ما يبقى حجمها صمتي وتدور عليها فيمر وتضطر تعمل ويندو كبير وتكحت وتنظف ممكن فيمر تتكسر منك يعني وطار تحط بروفلاكتك fixation بين 12 dollar nail ميزة التكنيك الديات السخسيس بتاعها فوق 90% وفي نفس الوقت بتتعمل زي ما شايفين زي المنظار مجرد جرح بيبقى نصف سنتين ونخش منه بالنيدل او البروب وتشغل الجينيريتور وتعمل لها الابليجا وده الريسنت line of management في حالات استود استيوم انه الريدي فريقوانسي ابليجا عندي اكزامبل في اماكن كتيرة في الجسم هنا هو طلع من البوسترو لاترال آسل بتاع التابيا المايدة سهيت و الانضر الجايدنس بالسي تدع تخش تحرقها نفس الكلام في النك فيمر على انت يقول لها عشان توصلها بالجراحة تطلع تشيل كل الجزء ده من التبع عشان تقدر تشيلها لان انت تشغل على عظمة مخفية فلازمة منشير ونحط بون جرافت والشريحة ومسامير ده التقريق التقريدية للجراحة الريسنت الريدي فريقونسي هنا طلع شايفين من البيت بزا ديست الفيمر بت اتبعد على الريو والتراك وتحرقها وفي نفس الوقت العيان بينزل من على ترابيس ال سيتي وميروح بيته التانية جراحة و جرافت وطيب عشان هيل يوصل شهور طبعا الاحسن ان احنا بنمشي مع و و انا جربناها في اخر خمس ست سنين في مئات العيانين رزل بتاعها زي ما قلنا فوق التسئين في المية وبتوفى للعيان ال ال الاخر في ال ال كان زمان اسمها استيو بلسطومة الاسم ده خلاص اتلغ اما بانش نست استهدمه بقينا اسمها جان سيل تيوم لان تبقى جان سيل استرومال سيل في الاول وبعث لها تبقى دومنان الجان سيل مع الفيوجن اف مالتو بلسطومال سيل عشان كده بيبقى الخلية الوهدة بقى فيها hundreds اف ان اف الترومال سيل وده بتكون نسبة حوالي 20% من ال بني تيومر وبتحصل في السير دو الفرس ديكيب اللي هو مرين سن الخمسة وعشين الاربعين سنة بيبقى ابيفيزية ومتافيزية التيومر بتبتدي في ابيفيزيز بعد كابت المتافيزيز و50% حالات الجان سيل تيومر بتبقى موجودة الراون زاني الدستال فيمر او البروكسمن تيبيا ولكن برضو بنشوفها في اماكن تانية زي البروكسمن المرس والدستال ريديس دو المست وممان سيل وبتبقى عبارة ما بينهم اللي هو الاج بتاع البشن انت بتبص على X-ray لو لقيت في Physial Blade والليجن في المتافيز يبدأ Child يبدأ أنيوريز مال bone system راديولوجيكا لو لقيت بقى الليجن في عيان Adult Epiphyses Closed وفي اسكليت المتیور والليجن Epiphysial يبدأ بتتعامل مع Giant Silt You I will Define To be eccentric Lesion هنا شايفين كل الدول مفيش Epiphyses Adult Spiratory Mature Patient وهدي Illytic Lesion هو موجود في Epiphysium Metaphysial Area هو في Proximal Tate هنا في Distal Femur هنا حكي Distal Femur مع Lipsy Pension زي Aneurysmal بس ده مش تشايد يبقى والليجن مش Metaphysial بس Epiphysium Metaphysial وفي بس روجها Fracture ببعداء Jant Cell Tumor تحقيق من Common Sight زي ما قلنا Distal Radius ممكن تبتدي ك Small Lesion Excentry زي كده موجودة في Epiphysium Metaphysial Area وبعد ممكن تبقى Marqued Expansion and Ballooning Up to Huge Ballooning وده Fully Adal Scenically Matheour بقى Classic of A Jant Cell Tumor طبعا Jant Double gosto Uh Chiu I Am Sight C L Chiu Chenzie Chiu 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 Another Challah Chiu إدوز أكشن بعد سنين أو بنعمل إمبوليزيشن للفيدن لانزوف مانجمت بتتعيطها كبيرة جداً بتتدي من السيمبل بروسيديار اللي هو الكريتاج سنتريك ليجن الفيزيو المتافيزيال أفطر كريتاج ولازمة بنعمل بروتيكشن لصوف تشو بالجيل فوم عشان الليكو ناجين إفكت بعد كده بنحط لها إمباكتد جرافت مع السينسيتيك بون لما يبقى الكافيتي كبيرة من الإليا كريست مع السينسيتيك بون بنعمل كل الدفاكت وادي هنا بعد شهور حصل كومبيليت هينيج وإنتجريشن ليه عن نظر كيس في البروكس مالتيبيا بالإكستنسيف فهيت برضو بنعمل نفس الخطوات الكريتاج والكريو سيرابي وهنا عشان الليجين كبير جداً ده عشان تملأ بجرافت مفيش حاجة في الجزء تديلك تملأ المنطقة دي فالإليا كريست حتى لو خدنا بيلاترال مش عاملها فهنا بنعملها بالبون سيمين زي ما احنا شايفين نفس الكلام في البروكس مالهيومرس وفيها فراكشر بعد ما تعمل خطوات الكريتاج والتنظيف والأجفن برضو بنعمل الكافيتي ببون سيمين الأسمان تمستو بيدلي ميديات استراكشنال سببورد والدورابيليتي وبين رييف وما بتستناش الطاين بتاع الهيلينج زي حالات البروشيبات بس طبعاً لو عيوب كتيرة ان هو بعد سنين بيحصل له فرجمنتشن ويحصل له فليار زي فكرة حشو الأسنان فبتحتاج ريفيجل للسيرجل وكلاه طبعاً فيها حالات بتبقى very aggressive giant cell زي distal radius هنا الradius بتبقى diamond shape فالrecurrence rate ماهما تكحد بيبقى فيه residual فالrecommendation في 88% من حالات distal radius وما بتبقى واخدى whole distal radius لازمة بنعمل resection بنعملها معاملة الماليجنانسي وبنشيل distal radius بالكامل بsift margin وبعد كده بناخد fibular graft epsilon ونثبتها بgraft مع rest fusion زي ما احنا شكدين برضو بعض الحالات مبتقى very extensive ولها penetration زي كده في distal femur وطريباً الدستال femur كلها عبارة عن tumor بيبيزيومات الفيزيال واصلة بتتكلم في 12-14 سنتين الحالات دي لازم بنعمل resection زي معاملة الماليجنانت تيومر بsift margin وبنركب باله وبنسميه المفاصل الصناعية البتاعة التعويضية بنسميه tumor endoproces ده غير المفاصل بتاعة الخشونة اللي هي التوتل هي والتوتل نية لا هنا بيبي حاجة اسمها segment replacement ممكن اشيل 20 سنتين من فيمر واعمل لهم ايه replacement بالTumor endoproces كده خلصنا الجزء بتاع الbenine tumor فضلينا الماليجنانت بون تيومر وده بيشمل تقريباً 4 tumor هنقولهم برضو بنفس الطريقة طبعاً اشهر ماليجنانت تيومر بنشوفها وده المستقومن At their primary bone ماليجنانت بون تيومر وبتاحصل في الteen دورينج أدوليسنت اللي هو مع الاسكليف الماتيوريتي والبون تن أوفر ولهو في السن من عشر إلى عشرين سنة وسبيك إنسانس من 12 إلى 14 سنة اللي بنسميها الاستو ساركومة وديه كاراكترايزت بايدايريكت بون فورميشن اللي بنسميه الاستويت تشو وده بيبقى ماليجنانت استويت تشو والاستو ساركومة كومة اللي بتحصل تبتيتي في المتافيسس واراون زنيه سواء الدستر الفيما أو بوكس ما التابع دول المستو كومان سايت فلكن ممكن بتحصل في اي اثر لوكيشن في الاسكليوتوني الـ X-ray بتاعتنا بتبقى ميكسي ديتك موسكيلورتك أريا وكتنسو في صوفت تيشو وقلود لايك دينستي وبيبقى فيها كاراكترايستي بيأخذ حاجة اسمها Sunray أو Sunburst Appearance وبيبقى فيها بروستي رياكشن عند الأنجلز بنسميه كودمان ترينجل وهنشوف الكلام ده على الـ X-ray ادي ده اسمها بون فورمينجليجن وبتحصل بتبتدي من المضالة وبعكيها بتبتدي بروستيان فبتدينا المنظر اللي انا شايفين ده اللي بنسميه Sunray Appearance أو Sunburst Appearance شايفينه هنا سواء في التابية أو البروكسوم الفيمر وبتدينا حاجة اسمها Huge Soft Tissue Extension وبيبقى واخد منظر بنسميه Claude-like دينستي زي السحابة بالظبط وده بيبقى Very Aggressive Malignant Humor وبتبتدي متافيزيال وبعد كده بتبقى نجليجتد بشهور وبتدينا المنظر اللي شايفين تبقى إبافيزيال ومتافيزيال وبتاخد أحيانا عندنا حالات شوفناها وبعد كده الـ Whole Lens بتاع البول وبتبقى نجليجتد بشهور بصونا للأسف اللي ما زالت بنشوفها في العينين اللي بيجوا من الأقاليم والصعيد بالذاته المنظر بتاعنا هو Claude-like dynasty Soft Tissue Shadow Reaster Reaction Sunray وده الأنجل اللي بنسميه الكودمان تراينجل ما تيجي تستريبنجل بروستيام بيتكون تراينجل بيبقى Calcified وده بيبقى برعا Calcified Heimatum أحيانا بتبقى واحدة بنسميها Hazardous Complex Rehoster Reaction ما تبقى Neglected Bente دي كالجيالنا من المنية Neglected for 2 years بالمانظر اللي أنا شايفينه ده الصي بتاعها كان عبارة عام tumor مافيش في الـ MRI Muscle Blame Invading the Cold Structure All Muscles Circumferential زيما شايفين نتيجة Neglicance للفترة الطويلة طبعا الاستساركومة لغاية تقريبا سنة 95 كان يسموها Dismal Disease يعني مرض مميت دلوقتي بقى فيه Cure Rate بس طبعا بشارط انها تبقى Early لان مشكلة الاستساركومة بيبقى Neglected أكتر من 6 شهور بيحصل Long Metastasis في 20% من الحالات وانت ان فيه Long Metastasis يبقى انت الطفل ده يعني مهما تعمل بيبقى Instance of this عالي والrecurrence rate عالي لان يبقى خلاص فيه Dissemination لما ليبنا تيومر طبعا لما تبقى Very Early و Localized والمسل كويسة واني رفشط البندل نقدر نعمل Resection ونركب مفصل او نعمل Bone Transports زيما شوفنا في حالة الجانسيل اللي كانت من شوية فالبرتقول العالمي اللي لازمان بنيدي العيان عشان نعمل حاجة اسمها Downgrading بالتومر نيو أجفان كيمو سيرابي الطفل بياخد ثلاثة سايكل كيمو سيرابي قبل الجراحة وبنعمل Revaluation لو هو تومر بقى Calcified وبقى فيها Good Responder لها Criteria بالنقراها في الأشعات نقدر نريسيكت ونعمل نسميه Limby Selfish لما محافظة على الرجل أو الطرف من غير ما نعمل بك Otherwise لو هي Extensive وبنعمل Amputation بSafe Margin وبرضو سواء عملنا Selfish او Amputation لازمان الطفل بيرجع ياخد ثاني 5 cycle كيمو سيرابي عشان الميكرو متاستاتيك لشان زي ما هلنا بتبقى موغودة في بعض الحالات بالنسبة 20% وما بيبانش في اي investigation في ال Air Restage الكيمو سيرابي تاند كنترول الكنيانيك ردكتاب والبزيز ولكن بيكنترول الميكرو متاسيز Radiation isn't effective منهو الشرول الوكال كنترول عبارة عن Surgical Resection and Reconstruction وادي إبزامبل لجود رسبوندر كيس أو أستو ساركوما ديستال فيمر بعد الكيمو سيرابي وبنقدر نعمل ريسيكشن تريبا حوالي 18 سنتيمتر من ديستال فيمر مع الني وبنعمل ريبلاسمين بـ Tumor Endoprocease وده Missed to Immediate Mobility زي وزي المفاصل التقليدية وما بيحتاجش بقى Time للGraft Healing والكلام ده زي بيدينا Function بخلال شهور زي اللي ربنا خليها أو قريب منها وده بديل البت اللي كنا بنعمله زمان ايه في الحالات الزيجية برضو نفس الكلام أستو ساركوما بروكس مالتيبيا بعد الكيمو سيرابي برضو نعمل برضو نعمل ريسيكشن بالسيفتي مارجن من الصوف تيشو والمسل الـ Contaminated وهي بنغير بـ Tumor Procease ليه البروكس مالتيبيا مع الني زي ما احنا شايفين الكوندروساركوما ده الـ Tumor اللي بعد كده احنا قلناها by the way بتحصل secondary transformation في حالات الإن كوندرومة والأستي كوندرومة في بقى عندنا primary condrosarcoma اللي بتتسميها Denuvo وبرضو منها نوعين اللي هو الميضلري اللي هو بنسميه Intramيضلري أو بتطلع على السيرفس اللي بنسميها البريفرال أو وبيتبقى common في الفيمر والهيومرس والريبس السكند اللي طبعا بتبقى موجودة بقى موجودة بقى موجودة ولو هي السكندري بريفرال طيب بتدينا اللي بسميه كولي فلاور ماسك تبقى عنا زي الأرمبيطة هادي هنا السنترال طيب سنترالي تكاريا مع مع الدسترالكشن هنا في حالات قوليير هنا السكندري كوندرساركوما انكتوبة في السوريتر انكوندرومة هادي البريفرال انكتوبة في دايما بتاخد المنظر اللي بسميه كولي فلاور ماس عاملة زي الأرمبيطة بالزبط تبقى طالع اكسنترق عندنا بقى الاجريسي سنترال طيب ده اللي بيبقى عبارة عن مع استيوليسيس و ديستراكشن جوه المضالة وده بيبقى برضو في الحالات اللي زي كده برضو في الحالات اللي زي كده بري هيفي كالسيفيكيشن وزين البون وده بيبقى جريد 2 ده ما ينفعش فيها الكريتاج والكريسي لازمة بنعمل بريسيكشن زي حالات القصو ساركوما برضو بيه تيومور بروسيسي طبعا الكوندو ساركوما زي ما احنا شوفنا دلات فيها فرايتي فيه وفيه الهي غريد وفيه غريد اللي هو أنطوب في انكون درومة ده بيسموه غريد هاف ده بيبقى فيه غريد مريغان ترسفورميشن وزيهو صوف تيشو ده ممكن نعمله معاملة الجنائن بنعمل كريتاج وقري يصير بالدكوور ناتجن وغرافت أو سيمينكيشن طبعا الاجريسيو طايف اللي هو فيها ماركت ديستراكشن خلاص البون زي فيها ناحية سريمة من التابع واده ناحية بادي هنا في soft tissue extension ولكن still content الحالة دي بده بنعمل resection بالbone ونعمل tumor procedure glisten زي ما احنا شكيه في حالات بتبقى اللي هو low grade central اللي بسموها grade half to one هنا بقدر بنعمل window cartage طبعا الكلام ده بنقلوش على ال x-ray الناس ما بنعمل biopsy الاول عشان تقول انها low grade على high grade وبعد كده لو هي low grade بنقدر بنعمل extend the cartage بدلا ما بنغير بمفصل المحصل دي غالية بتبتدي سعرها حاليا بعد الغالة والأسعار الدولار والكلام ده المحصلة تبسلها سعرها فوق المئة الف المفصل الواحد فبالتالي احنا لو عملنا blade وسبرو وكرتاج واسمان بتتكلم في الفين تلات تلاتي طبعا فرق اجامل في التكلفة بتاع الجراحة فبالتالي انت لازم انت تعمل طبعا بتاعك زي ما قلنا في اول المحاضرة خالص لو هي low grade بنعمل التريتاج وكرايو سيرابي وسمانتاج وبعد كده بنكمل في السايد التيومور اللي بعد كده اللي هي الاينج ساركومة ده اساا all malignant تيومور وبرضو بتحصل في الاكثر من الأبر extreme ودايماً كومان في في بتاع الخبار بالترائيل في الفيرس والساكهند الدكر وابتبتدي في المتا دافيزيال اريا وبتبقى اكثر دافيزيال جيه في في عكس الاستساركومة بتبقى في المتافيسيز وبعد كده بتبروه ان بوصي لكن دي بتبقى بورلي دافيزيال تيومر وأحياناً بتبقى فيها حاجة اسمها remission and excervation في الاستاركومة وده اللي بيعمل ضيلمة في الفيرست وان اتاك او ساكند اتاك لان بتبقى ربيتت افريد 2-3 ويكس ببين و ورسيمة واللو جريد فيفر فبالتالي بتبقى السيميليتين للأسيومالايتس ففي الحالة دي بتبقى فيها فيفر وليوكوسيتوز وانيمة 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 كل دون نارنس بسيفك مع السويلينج وشايل ودائماً ده الطفل بيتعالج مع الفيرت للأطفال بيديه الانتبيويتك فبيتحسن هنا الطفل تحسن نتيجة انه دخل في رميشن للأتاك بتاع الماليجنسي ولكن ليس نتيجة استجابة للانتبيويتك فالدكتور الأطفال بيانخدع ولكن هو اداله الانتبيويتك والولد الحمدلله بقى كويس لا هو بقى كويس نتيجة انه دخل في رميشن ستيج وده بتبقى المسليدين فبالتالي الطفل ده ممكن بيقعد يتعالج مع دكتور الأطفال مرة واثنين وثلاثة كل اسبوعين ثلاثة يجيله الاتاك يروح له يجيله الانتبيويتك وهكذا فتبقى رميتيت اربع خمس مرات بتعمل بقى X-ray finding بنسميه الانيون بيل نتيجة اللي بيكون layer of broster reaction و layer of soft tissue فتدينا حاجة اسمها Onion Beal Skin Appearance المنظر اللي احنا شايفينه ده او بتبقى Meta the Physiological Extensive Lesion والsoft tissue سواء هنشايفين هنا في القلنة او في الهيومرس وبعد هنا في الفيمر لما بنعمل حاجة اسمها close view او حاجة اسمها تمو جرام بيبينينا بقى كأنك باصلة اسم عن السيم ده اللي بنسميه الانيون سكن او انيون بيل أبيلنس وده معناه ان الطفل ده missed او undiagnosed من دكتور الأطفال واللي عشتغل فينا اطفال يبقى Mind B القصة ديت لما يجيلك طفل بـ Diophysial pain or swelling وخدي له انتبيويتك لتحسن اسبوعين ثلاثة يختفي ورجعلك تاني بنفس الاعراض على طول لازم ان تعمل له اكسلية لان معنى ان طفل يجينا شايفين كام layer of pre-oster reaction واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة layers مبينين هنا في التوموجرام التسعة layer ده معناه ان الطفل ده اضرب تسعة في تلاتة الطفل ده بقى له سبعة وعشرين اسبوع undiagnosed هنتتكلم تقريبا داخل على نص سنة وده تبقى مستيك كبيرة من الدكتور الأطفال انه يوصل طفل للمنظر ده انت كايب تضيع السيرفايفل بتاع العيان ده مهم اوي اول ما يجيه لطفل بالفيفر والليوكوسايتوزيس ESR والسويلينج ويتحسن على انتبويتك لازم ان اعمل اكسلية عشان early detection قبل ما اوصل للمنظر اللي احنا شايفينه طبعا بتفرق في السيرفايفل لما يبقى الايوينج عامل زي القصص ساركومة فيه برضو نسبة بس هنا بقى اعلى خمسين في المية بيتحول الى حاجة اسمها multi-centric ewing يبقى موجود ده فالسكال وفي الريبز وبالاضافة للثيمر فبالتالي انت كده بتاعكم على العيان ده بالديس بتيجيه اللي ايه غيرا ما يبقى الصليتري bone even حتى لو عملت amputation بيبقى اسمه cure للعيان المالكنات لكن في every stages خالص ده التومور ده highly sensitive للكيمو ريديو سيرابي فالعيان ده لو خد الكيمو سيرابي الثلاثة سيكل بنعمله البسالفش زي حالات القصص ساركومة و احسن ما يبقى مزد مننا الايو ساركومة زي ما قلنا highly sensitive للبوس كيمو سيرابي و ريديو سيرابي ندي الري اوبرتب كيمو سيرابي زي حالات القصص ساركومة سري سايكل ونعمل ونسبة الجودر سبوندر القصص ساركومة نجم نتكلم 50-60% جودر سبوندر لا هنا في الايو من 80-90% جودر سبوندر الحالات يقدر عمله لمبى سالفش وفي المدرسة القديمة ما كانش بيعمل لمبى سالفش كان بيدي ريديو سيرابي على الفيمر وبعد كان بيكمل بعدها بخمسة سايكل تاني كيمو سيرابي ووجد ان الريديو سيرابي وخصوصا ان فيها عندي كيور ريت في الريديو ساركومة بيعمل لتر اون بعد من خمس لسبعة سنين حاجة اسمها رادييشن انديوز ساركومة تبقى مش مستحب ان احنا نديه الا في الحيثة اللي بيسميها ان اكسيسابول سايد زي البلفز والسباين ان دي ما تقدرش تشيل التيومور فيها بسيفت مرجن غيرل ما تعمل ساكليفاكشن لأورجنز وكلام فالمستحب المستحب وده اللي احنا ماشيين عليه البرتوكول عندنا في عين شمس بقى له فوق الخمساشر السنة دلوقتي اللي هو بنعمل كيمو سيرابي الأول وبعد كده ريسيكشن وبعد كده بسالفيج وبعد كده نكمل بمباناش نديو ريديو سيرابي عشان الهازرد بتاع اللي ترون رادياشن انديوز ساركومة ادي اكزامبل من الشغلين البراكتكال ايوم ساركومة في الدافسيس اوف زا فيمر مبان هنا في الامر اي اكستنسف سوفت تيشو اهوت و ادي هنا كول ده سوفت تيشو اروند الفيمر ده الكاركتريستيك فيتشو بص هنا الفرق بين الناحية السليمة والناحية الابنورمال هنا بعد الكيمو سيرابي بيحصلها داوين جريدين لأنها هايلي سينستن شايفين كل الصوفت تيشو اللي موجود في الامر اي بعبارة عن كالسيفاية سيكلير في الديستال فيمر في الحالة دي بنعمل حاجة اسمعها انتركالي ريسيكشن بنشيل الديافيسس بسيفت مارجن فوق تيومر وتحتها وبنعالجها بالليكويد ناجين بنعمل ريسيكشن للفيمر بالسيفت مارجن او بنشيلها من الميتافيسس للميتافيسس تمام وبعد كده بنعمل حاجة اسمعها بنعمل 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 وبعد كده بنحطها في النيتروجين لمدة عشرين ديه بنجمدها تماما بعد كده بنسياحها فورموسالاين الخمسط شهر ديه بعد كده بتستعدمها كأنها ماسيب ألو جرافت بترجع تعملها تاني وفيكسيشن بسيمبيلس كروز ووايرز وبليتس وكلام دا بتحط لو طفل صغير دا الطفلة ديك اللي عندها أربع سنين بنعملها حاجة اسمعها البانتروني الجبس وهدي هنا حتى لو حصل شوية عشان بنعمل لها استيوتومي بعد كده لما تكبر وبنصلح تبقى السيرفايت وتبقى سيفد اللين بالتاح بعدك بترجعوا الحاجة اللي كالديزيز أصلا اقبع انت الكريوسيرب النيتروجين بيأتي بكل الماليجنان سيل وبالتالي مش دقيقة بردو السيلز اللي عايشة الاستيو بلست العالية مثلا بيأتي ريشها للبروتين فقط فبيأتي الماليجنان سيلز فقط لكن البون انتجريتي والمينرالز والستركشرال بتبقى انكنتينوتي وعشان كده هلها بنحط بريفلاكتك فكسيشن وجاية ما يصل حاجة اسمها ده بيأخذ من ستة لتسعة شهور بترجعت الانورمال بون تاني وده مزيتها انه بنسميها بيولوجيكال ريكونستراكشن لان دول برضو اطفال ماينفعش تركيبه ديستال في مرر بلسنين زي حالات القصص ساركومة اللي بتحصل في سن الاربعتاشر سنة وعشر سنة وانت طالق لان برضو المفاصل الاطفال مشكلتها هتركبها في موجودة حاجة اسمها البيدياتريك سيبانطايل بروسسيزيس مشكلتها غالية جدا المفصل البرازيلي اللي هو اسوأ نوع في السوق بمية خمسة وتسين الف مشكلتها ان انت هتركبه في الطفل ده الطفل ده بعد كده في حاجة اسمها الاندرسون شارت للبروس معظم معظمة مع البيوبرت بيطول من 18 ل 23 سنة وفي ناس بتطول بال30 سنة عن بريك سكويت الماتيورتي وبالتالي انت لو عملت له من سن صغير 8 سنين هيبقى عنده شورتنج بكلم في 20 سنة فعشان كده احنا مستحب ان احنا نعمل انتركالي اللي هو منشيل الدافيس بس ونعمل له ريئي امبلانتيشن تاني بعد ما بتقتل الماليجنان سيلز بالكرايو سيرابي أوليكو الناجر وفيه كذا تكنيك بنقتل بها الماليجنان سيلز ممكن بنعمل حاجة اسمها برضو من ضمن التكنيك وفيه حاجة اسمها كمان دلوقتي كل دي تكنيكس الغراب منها ان انا اقتل الماليجنان سيلز وحافظ على البون قواليتي اللي انا عاملها ريئي امبلانتيشن تاني اي سؤال تاني؟ تمام يا دكتور شكرا ما حضرت اخر تيومر بقى نتكلم عليها ده انتو خطوها في الهيمتولوجي اللي اسمها المالتوبول ميلومة او بنسميها بلازما سيتومة وفيه منها نوعين نوع اللي هو المالتوبول وده بيكون تقريبا 95% لـ 98% من الحالات فيه نوع اسمه بلازما سيتومة او بنسميه سيليتري بلازما سيتومة وده فيري رير بيكون اثنين لخمسة في المئة من الحالات لو بيجي في سينجل بون طبعا دي مارو انفلتريتف ليجن وبتبقى الابنمارة كلها فيه حاجة اسمها المانيك ده انت بلازما سيل اللي هو واحد من الكمبوننت التاع الريد مارو ودائما بتحصل في سن كبير وبيبقى فيها ابنرماليتي في المونوكلون الامينوغلوبلن وده بيبقى الابنرماليتي بيبقى موجودة في حاجة اسمها Elevated M band of gamma chain عشان كده مهم او من العينين دول بيبقى لهم lab بيستضيغ عكس كل الماليجنس اللي قبل كده بيبقى بنعمل حاجة اسمها Serum Protein Electrophoresis Asking for M band of gamma chain وفيه نوع تاني اسمه Lighted Chain إيه Gamovacib كل دي من الميلومة بتفرق في البروجنوس تالعيان طبعا Lighted Chain ده احسنهم في ممكن العيان يعيش بالميلومة من 10-15 سنة والميلومة إذا لو العيان ده خد effective chemotherapy وفيه حاجات جديدة دلوقتي بيتخليها تملت مع الكيمو سيرابي بس المشكلتها بالنسبة بالتدكيوريت والموست ريسنت تقريبا من 2014 وانت طالع العيانين بيبقى الميلومة كلهم بياخدوا كيمو سيرابي بيحصل حاجة اسمها Complete Humor Suppression وتعملهم حاجة اسمها Auto-Bomaret Transplantation وده ده الوقت يبقى موجود في مصر في أماكن كتير عندنا هنا في الدمرداش التخصصي موجود في معهد ناصر وموجود في بعض المصريات الخاصة اللي هو اللي بيسموه زرع النخيع والكأنجر اللي هو البوم ورد Transplantation وده موصوف داته بيتعمل يعملوا كتير في حالات الميلومة وحالات الليمفومة طبعا الاثر لابس طاضي بتاعتنا اللي هو البنت جينسوبروتين ده بيبقى بوصدف في خمسين في المية من الحالات ما عليش يا دكتور ووالي مكتبين هنا ده المست كومن برايمري تيومر وهو المست كومن برايمري نعم الثانية القصة القومة في امبيدياتريك ايج لكن ده في فولي سكيلتل بعد سن الخمسين اه اوكي ماشي الراديولوجيكا الابيرانس ومالتوب الميلومة بتبان كوايد سبريد لتك دفكت ممكن تبقى واحدة الهولي سكيلتون بنسميه بانشت اوت اريا العظمة كأنك جبت خرامة وخرمتاها واند نوبري اوستر ايكشن بتعمل اروجن بجينز انتراميدالري وبرجريس روزا كورتكس it may cause generalized osteoporosis والمالتوب الميلومة بيعتبروها من الحاجات التي تخش الديفينيش الدياجنوزيس مع الجنراليز osteoporosis مع البوست منوبوزل والاندوبراين البيت الحاجات اللي هي بتاع الجنراليز ازا ما شايفين بتعمل ماسف اوستيوليسيس احيانا بتدينها منظر بنسميها البون ووشد اوت يعني الكورتكس والمضالة بقت ممسوحة وملايبل المالتوب الفراكشة عشان كيف تركيب لهم دائما فكسيشن profilactic fixation بتبقى فيها multiple bunched out area هناك خرمتها بالخرم الفرتبري بتبقى سيفير للأسيو بروتك واحنا بتعمل إصالها multiple wedging ازا ما شايفين في multiple skulls ده different example شايفين هنا نظر example ال skull والdistal femur الهيومرس القلبو هنا multiple bunched out area وبسيولوجيك الفراكشة وادي البروتين الكتروفريسيس بلا elevation الملتوب الميلومة زي ما قولنا ازا medical controlled disease وبتستجيب كويس مع الكيمو سيرابي والبون والو trans transplantation زي ما قولنا المستريسين ولكن هي مشكلتنا في الأورثوبيديك بيجينا بملتوب الفراكشة فاحنا التارجد بتاعنا في الأورثوبيديك بيجن لو بيبقى prevention أو treatment already fractured bone فلو انا عندي في الكريتيريا فيه حاجة اسمها embending fracture الليجان كبير واكتر من 50% في دامتر of the bone موجود في weight bearing bone بنركب intramodillary nail fixation فاحنا بنعمل طبعا الراديو سيرابي بيحسن quality of bone والبين ريليف وبرضو بيعمل reostification لل bone في السن الكبير اللي هو الخمسينات وانت طالع دا فعندنا البروفيلاكتك فيكسيشن بنعمله كتير ممكن يبقى supplemented بالsementation او لو قريدي مكسور بنعمل resection طبعا بالاضافة لcontrol الميديكال كونديشن مشكلة الميلومة فيه واحد اسمه في الخمسينات هو اول واحد تقريبا مواصفها وقعملها grade مع السما اكد انتوا قارطوها في الهيماتولوجي اللي هو grade 1 اللي بيبقى مافيش hypercalcemia وبيبقى normal cbc وزود بrefractory anemia ويبقى kidney function normal وده البروتنوس بتاعهم بيبقى ممتاز في grade 3 اللي هو بيبقى الهموغربين اقل من سبعة الكالسيم فوق ال 12 اللي هو بيبقى massive hypercalcemia وال kidney function بتبقى impaired دول غالبا بيموتوا بيكملوش نتيجة بيجيلهم intercurrent chest infection وبيجيلهم renal failure والعيان الميلومة في renal failure بيموت بسرعة ما بيكملش وعندنا اقزامل كتير من المشاهير اشهره من الدكتور احمد زويل يعني بالرغم ان كان متعالج في جون هوبكنز وللأسف دخل في renal failure والنيمونيا ومات من الليمونيا وهو كان ابلي دياجنوزه بس يا مشكلتها ان هو كان سالم فيش grade 3 فمهم قوي الميلومة once in a diagnosed يعني اشوف البرامتر ديت عشان اقدر اعمل كنترول كويس العيان عشان ما يخشش وديترولات في الايه ال refractory stage وخصوصا انا زي ما قلنا انها medically controlled disease هادي example ليه الاعيان ميلومة ومكسورة heomerous وبيلاترال احنا كل بنعمله بنعمله فكسيشن وممكن سيميتيشن وباب ياخد اليدو سرع بيهيل البيلومة فراكشن من الفراكشن اللي بكيه كويس اوي وبرضو لو هي extensive زي كده واخده الجزء كبير من الهيومرس ما ينفعش ان انا اعمل لها فكسيشن بنعمل لها reseكشن زي السيوليتري ليجن الساركومة وممكن بنركب تيومر بروسيز زي ما احنا شايفين الحالات دي كلها احنا عملنا في شغلنا الحمدلله وعندنا الاف الحالات من المريجن انت تيومر وكلهم بيبقوا كويسين بس يا مهم اوي انك تبقى بتعمل كويس عشان تقدر تقول العيان ده في كيوريت ولا لا في كنترول ولا لا في حاجات طبعا بتبقى ما بيجي لك مش في ايديك يعني العيان جاي لك هيماتومة ومتاسس في خلاص ده ترمينال بيشن فانت عدتشه الطيب بهم جدا انت في اني ستيج واني جريد عشان تقدر تردم العيان صح وتضمن في الاخر يبقى فيه كنترول ويبقى فيه كنترول اخر 2 سلايدز اللي هو البون متاسس او يهمنا نعرف ان المستقومة اللي اتبعت متاسس للبون البريست والبروستد دول تقريبا بيكونوا ثلاثين المتاسس في السكيرتون فالبريست ده المستقومة لاني ده نسبته عالية جدا بنشوفه بيبقى متاسس للبون وباصلوش في الفراكشار وكذلك البروستد في الميلز القنصر سيرويد والكيدني واللونج دول بيكونوا تقريبا سكستين بيرسين وستيل بيجي لنا حالات كتيرا بنخش في ديلمة اللي هو بنسميه النون برايمري بيبقى حاجة زي السموت إلس الكارسونومة وأحيانا بتبقى موجودة تيومر بيسموها النون برايمري بس الكلام ده بردو بدأ يقل بعد الاميون فينو طايبين الهيستو كيميكال سطادي وبقى في حاجة اسمها بيتعمل بسبيشال ستين بيقدر نوصل للبرايمري تيومر هيقول دي أدنو كارسونومة في الأول الباصولوجيست بيقولك أدنو كارسونومة في النون أورجين لما تعمل بقى الفيرسال ستين والاميون فينو طايبين بيقدر يقولي البرايمري بتاعها من اللونج من السيرويد من البريست من البول بلادر بيقدر حاجات دي بتسهل الدياغنوسيس طبعا المشكلتها في البون بتعمل باسولوجيكال فراكشن وده المستو كومان سواء في الترانك او البلتز او في الايه الاكستريميتز وعلاجها هايبقى طبعا كنترول البرايمري تيومر كنترولابو الماليجنسي وبرده بنحتاج ملتوبول سيرجي وتسعين في المئة من الميتاسيس بتبقى ليتك ليجن عشان كابتعمل باسولوجيكال فراكشن بعدها الكنسر بروسيط الوحيدي اللي بيعمل قصص كبولوتك ميتاسيس والبرسنتيش هايبقى البين والباسولوجيكال فراكشن والكنسر ايه الايه 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 والكسكشن والتريتنت بتاعنا عايبقى هرمونال او ريديو سيرابي او كيموسيقى حسب البرايمري عندنا بقى في الايه الايه فيه سيرجيكال انترهينشن سواء بروفراكتك فكسيشن او بنعمل بسكشن الوشيديت الميتاسيس او ممكن بنعمل احيانا في فنجيتي نيفيومر ايه ايه وادي اكزامبل عيان عنده برونكوجينيك كارسونوما وجاله برضو فراكشن نك فيمر وقالها ايه برضو فراكشن نك فيمر مع ابسي لاترال كان السيرج كان نك فيومرس برضو هنا عيان كان برونكوجينيك كارسونوما وهنا complete destruction سبين في الاستابلاء من البلئ الاستابلاء ايه الايه فيمار بقت ايه central instrucating الكنسر ده كان عيان كانسر كولون ومتاسس فيه الهيومر ده كانسر بروسته احنا قلنا كانسر بروسته بتعمل استيوبلاستيك bone formation secunders بتلاقي multiple cotton fluffy appearance كده ما ليه البون وده الإنسلس بتاع الفراغشة فيه بيبقى قليل عشان بيبقى bone forming a tumor طبعا المانشد التاعنا بيختلف حسب هي Surreter metastase ولا Widespread metastase طبعا ال Widespread metastase بيبقى العلاج بتاعك كله اسمه Supportive Bellative Treatment بيبقى التارجب بتاعك العيان تضاي بين free سواء بقى بتضميله بين control management او hormonal او كيمو سيرابي احيانا ما نعرفش نعمل surgery للعينين الترمنال لان برضو ال Expectation بتاعنا بيبقى مش كويس لكن لو عيان Solitary Metastase زي كده cancer breast وعنده single metastase في الفيمر هنا بنجحة التيومر ونعمل Prophylactic Fixation بإنتران مدالة رينيل زي ما انا شايفين مع Sementation للكافتين والعينة دي مزيتها Semented Fixation بيوم تاني يوم يمشى على رجلين ويكامل بقى الكيمورودي سيرابي والبروتنوس بتاعهم بيبقى كويس معقول ممكن 4 years برضو هنا ده كان عيان برونكوجينيك كارسينومة ومتأسس في البروكسمر فيما شايفين مسحة البروكسمر فيما بالكامل برضو بقية السكريتون كويس على قل العين ده لو عاشده سانة سنتين انت عايزه يبقى موبلايز يغدم نفسه يخش الحمام يتحرك ما يبقاش ايه dependent على حد وفي نفس الوقت بيبقى بيم فري فبنعمله برضو ريسيكشن وريكونستراكشن بالتومار بروسيز مع توتال هفزة ما احنا شاهده اه سانكيو اي سؤال ودكتور الايوينج ساركوما دي ممكن لو عملت الاكسري فاول اتاك مسلا لو انا عمله احنا احنا اقولنا اول اتاك بتبقى سيميلوتينج استيومالايتز وبتبقى مسليدينج لكن لو تكررت الاعراض في خلال اسبوعين ثلاثة شهر لازم انا عمل اكسري حيبا يعني ما فيش غير الونيون بتاع دي لا الونيون ده في النجليكتد ادفانسد العيان اللي جاله خمسة ستة سبعة اتاك لكن في الايرلي بتبقى سينجل بنقص الليعر بنقدر تلقطها زائد زي ما قلنا بيبقى فيها كاركتيريستيك huge soft tissue زي ما نشوفنا في الامر اي والاشعبت اه بس بزبط بس في كزا حاجة فيها soft tissue انت وانسي لقيت في ال اكس سيلي shadow ولقيت soft tissue كبير بتعمل امراي الامر اي بقى diagnostic بيبين extensive soft tissue surrounding الدافز بتاع اله اه يعني ال اكس ري مش diagnostic لوحده حتى احنا قلنا في الاول احنا بنمشي ال investigation وال staging gradual عندي عيان symptoms بقى لا فترة ما بيتحسنشي او repeated attack يبقى اعمل اكس ري لقيت shadow ولقيت اعمل MRI افطو ان احنا بنوصل للخطوات بنعمل البيروبسي احنا دقى ال documentary لو البيروبسي في الاخر اه 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 تطلع السلم خطوة خطوة بس عالقال بتعملش complete neglect هالسلعيان يعني بتمشي step step حسب الكريتيريا اللي قدامك وال باندوم multitude فبيربسي ميلاوم Betty بابتو ميلاومة MID Thai ино ما هذا فان يعني good indicator هي الفكرة اللي ما يبقى positive بيبقى بيبقى بيسموه diagnostic لكن negative doesn't exclude طب تيساب تاني الوين الفيريو اللي هو بس مع 50% دونه مشكلة بالميلومة بيحصل الجاموباسي الجاموباسي بيعمل tubular necrosis بيحصله obstruction وبيحصل amylodosis بعد فترة مشكلة الميلومة يعني بيعمل obliteration للrenal tubules فده بيقى سبب الرين الفيريو والhypercalcemia الhypercalcemia نتيجة elosteulosis انت العظم بيتكسر فالكالسم بيخش circulation فده بيسموه malignant hypercalcemia مع اي bone tumor بيعمل بتعمل white spread بتعمل hypercalcemia ودي طبعا اللي هيتخصص بعد كده في الهيمتولوجي هيعرف ان الhypercalcemia دي بيسموه fatal disease لان بتعمل calcification الhypercalcemia still high الhypercalcemia is going to die within hours within days لكن لو الhypercalcemia بنزل اللي كان 12 بقى normal اللي هو 10 او اقل من 10 ده بيسموه الhypercalcemia is going to survive يعني فيه حاجات اللي هيتشتغل بعد كده في الهيمتولوجي او مع زمائلنا بتقول انكولوجي هيعرفها بالpractical والكلام دي طبعا سؤال تاني يال شوكرا جزينا السلام عليكم موسيقى